في قصة اليوم احداث عمرك ما بتسمحها قصة غيث وزوجتها خديجة وكانت خديجة من اجمل بنات القرية وزوجها مغترب وفي غياب غيث في الغربة تنكر الشيطان على شكل غيث ودخل عليها لكن الاحداث ما بتوقف على هذا الشي لان في احداث بتصدمك حرفيا داخل القصة عشان كذا تأكد انك تشاهد القصة لين النهاية عشان ما يفوتك اي شي سلام معكم هوكس ومقطع جديد اتمنى تستمتعوا في القصة لان هذه القصة بتكون دسنة ولا تنسى تاخذ لك سناك او اي شي تحب تاكله او تشربه مع القصة ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وخليكم مع القصة تبدأ قصتنا منذ القدم قصتنا في ايام حتى ما كان فيها جوال وهذا الشي خلى القصة تحصل في ارض الواقع شخصيات القصة الرئيسية غيث وخديجة والشخصية الثالثة هي اهم شخصية في القصة وهي الشخصية الظالمة اللي سوت كمية المأساة في هذه القصة تبدأ القصة مع خديجة خديجة كانت واحدة من اجمال بنات القرية حرفيا انا ما ابالغ من شدة جمالها اي اب وامة في القرية كانوا يتمنوا تكون خديجة زوجة لاحد اولادهم ومن الطبيعي من شدة جمالها كانت خديجة اتباها في جمالها لدرجة انها كانت تجلس امام المرآة لساعات طويلة وهذا الشي بنذكراه بعدين لانه سبب ثاني من اسباب حصول هذا القصة عشان كذا بعطي نصيحة لأي بنت في نهاية القصة اتمنى تسمعوا القصة لننهاية او مرة الايام وجاسن الزواج بالنسبة لخديجة وعرض عليها احد ابناء القرية الزواج اللي هو كان احد ابناء جارهم اللي كان اسمه غيث بالفعل غيث جاهوا امه وابوه وتقدموا الخديجة ورحبوا فيهم اهل خديجة وبالفعل قبلوا وبالفعل صارت خديجة من نصيب غيث وتم الله بينهم على خير وتزوج غيث خديجة وبعد الزواج عدت فترة بسيطة بينهم يعني شهر العسل وبعدها عشر ايام فقط وحالة غيث المادية كانت ما تسمح انه يجلس بدون عمل وعشان كذا غيث اضطر انه يغترب ويروح السعودية عشان يشتغل على زوجته اهله سافر غيث وصل السعودية وبدأ يشتغل على اسرته اكرر رواعد مرة ثانية قبل سنوات طويلة سنوات ما كان فيها وسائل التصال او حتى جوال في الشارع عشان يتواصل مع اهله كانت طريقة التواصل الوحيدة هي عبر الاشرطة القديمة اللي شغلوها في المسجلات او الامبثري خلينا اذكركم مرة ثانية مش قلت لكم في بداية القصة خديجة كانت تحشق نفسها لدرجة كانت مهوسة في جمالها فكانت دايما خديجة تحب انها تناظر في نفسها في المراية لدرجة كانت تظل امام المراية لساعات طويلة ومثلما دايما كل مرة لما يصير مطر او نسمع بروق دايما اهالينا يقولوا لنا لا تطلع امام المراية او تجلس قدامها الوقت طويل والسبب انها المراية تعتبر احد الابواب للجن او الشياطين الى عالم البشر الجن والشياطين والعياذ بالله ما عندهم الصلاحية انهم يطلعوا عالم البشر بهذه السهولة الطريقة الوحيدة هي عبر الانعكاس واي انعكاس موجود في الحياة كان انعكاس للضو او انعكاس للمرأة او انعكاس للماء وعشان كذا يقولوا ان مملكة الجن موجودة في البحار والله اعلم لكن في قصتنا لليوم كانت المراية سبب في دمار حياة غيث وزوجتها خديجة لان في الساعات الطويلة اللي كانت تجلس فيها خديجة امام المراية كان في شيطان من الرتب العليا يعني من العائلات الملكية وكلما تيجي امام المراية يكون يراقبها ويكون امامها مباشرة من كثرة الساعات اللي كانت تجلس خديجة امام المراية الشيطان عشقها وحبها اكثر واكثر وجلس يفكر ويخطط الاربع اشهر كاملات وطوال هذه الاربع اشهر كان موجود غيث في السعودية وكان يشتغل ويرسل فلوس مع اصدقاءه اللي راجعين اليمن او اي شخص يوصل ودائعه لانه حتى ما كان في صرافات في ايامها فكانت الطريقة الوحيدة عشان يتواصل مع اهله او يعطيهم فلوس عن طريقة المسافرين اللي كانوا يسافروا من السعودية الى اليمن عدت فترة الاربع شهور لكن في يوم من الايام خديجة جالسة تسامن نفسها وتتفرج على نفسها في المراية واصوات المطر والبروق في خارج البيت تسمع صوت خطوات جالس اقترب من الباب وفجأة تسمع الباب يدق ووقفت خديجة وقربت من الباب وتقول من اللي يدق الباب فارد عليها الشخص من الخارج انا افتع الباب استغربت خديجة وكأنها تعرف الصوت اللي سمعتها خارج البيت ففتحت الباب وتتفاجأ تتفاجأ ان زوجها غيث وكان يحمل شناط الصفر واغراض كثيرة فرحبت فيه واستقبلتها ودخلتها الويت لانها كانت تحسب زوجها لكن يعليتها ما فتحت لها الباب ابدا لانه كان الشيطان العاشق اللي متنكر بشخصية زوجها دخل البيت وجلس معاها لكنها اول ما جلس على الارض استغربت خديجة ان زوجها حذرها تحذير وما كان اي تحذير كان يقول لها بالحرف انتبه تكلمي اي احد اني رجعت من السفر واذا كلمتي احد اني رجعت من السفر انت طالق بالثلاث ونبهها تنبيه بالذات اهلي واهلك انتبهي ما حد يعرف اني رجعت من السفر